أزل أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجيكم إزوران من التمازيغ سلسلة الأتيكيت باللغة الأمازيغية أدوس ولا أفولس أي اللباقة في الكلام وربما أضيف كذلك الصواب في الكلام أميجنو يعني الصواب في اللفظ والقول والأدب زي ما تعرفوا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت من هذه السلسلة هي زوران من التمازيغ وهي حلقة سلسلة تحتم بجذور الأمازيغية لكن أنا خصصت هذه وأفردتها بموضوع ربما يهم الكثير من الناس اللي هي الأتيكيت في التعامل يعني بدأتها بشكر تنمير ثم يعني بعد تتحدثت وانا عليه مواضيع مختلفة منها الدعاء بالشفاء والهناء والصحة حين الأكل أو حين الشروع في الأكل في الحلقة هذه بنتكلم عن السؤال عن الحال ولعل يعني زي ما تعرفوا هذه من أكتر الأشياء اللي يستعملها الإنسان عند اللقاء هي السؤال عن الحال الأخبار أخبار الأسرة إلى آخره من هذه الصيام ولعل يعني من الحكمة الإنسان يبدأ بأزول أغلبكم يعرف أزول بمعنى السلام إفشاء السلام هالو هاي أهلا وهذه حقيقة كلمة نسيت عند أمازيغ الشمال لقرون عديدة ولكنها موجودة وبقيت عند أمازيغ الجنوب زي هاشياء هلبة ونجدها مثلا عند أمازيغ الجنوب بالهاع زي صيغة مثلا نقوله سوه الفلاس أي سلم لي عليه وجاء علماء ومناظرين كبار من أمتال ملود المعمري أعادوا استخدام هذه اللفظة وإدماجها في القوامة العصرية حتى أصبحت مستخدمة وزي ما قلنا سوه الفلاس يعني سوز الفلاس سمنس الزول وهذه جت الهاء عندهم في الجنوب تنقلب إلى زين عندنا في الشمال وهو الأصل طيب الزول أصلها بكل بساطة السلام ووجب التنبيه أن التفسير المتداول في تفسير يقول فيه هلبة ناس الزول جت من الزول ولا سول ولا إلى آخره أي من القلب هذا كلام عاري من الصحة ولا علاقة لها باللفظ الزول أبدا إنما هو تخمين والكلمة الزول كلمة واحدة بجذر واحد وليست كلمة مركبة أبدا بس حبيت نحيّد موضوع الزول هذا من الطريق طيب آم فأصدقائي الأعزاء الزول كأننا نبدأنا الحلقة من جديد نقول يعني عفوا نو حاجة تانية بس اللي يريد ترجم الزول الزول مجرد فقط روه تقال لا تقال الزول في اللاون ولا في اللاك ولا إلى في اللام ولا أغريه لكن بعض الناس تترجم السلام عليكم حرفيا فتقول السلام عليكم أزول في اللاون السلام عليكي أزول في اللام وإلى آخره ولكن أزول في الأصل تقال مجرد السلام فقط طيب يعني قبل أن أغوص في موضوع السؤال عن الحال نبدأ نتكلم لحاجة مهمة جدا وهي الثقافة الإسلامية أثرت على الجميع جميع الشعوب من أقاصي الشرق إلى أقاصي الغرب فما نجد مثلا السؤال عن الحال في العربية وأنا كيف حالك نجدها مثلا والسلام كذلك نجدها في جميع الثقافات تقريبا فمثلا يعني ناخد المثال الأردو والتي هي الهندي نفسها يقولوا مثلا كي حال هي عفوا كي حال هي هال تكتب بالحاء كيف حالك الله شكر هي شوفوا الله وشكر في الفارسية مثلا نقولوا مثلا حالات جيطوري الجواب خوبام ممنون شفت الألفاظ العربية الموجودة في كل هذه الشنس ما في أفريقيا السواحيلية خبر ياكو الجواب طبعا ميزوري المقصود أن الألفاظ العربية خبر وحال وممنون كلها موجودة حتى في الأمازيغية نلقوها مثلا نقولوا بكل بساطة عند الجميع نقولوا مثل حال النك مثلا لا باس غورك لا باس ولكن لحسن حظنا أن الصيغ الأمازيغية الأصلية أغلبها لازالت موجودة وتستعمل ربما بعض المناطق نسيتها ولكن في الغالب الأهم موجودة نقولوا منزاكين ممك تليد مزاك بتة تليد أمك دة تليد شمال مغرب أمنا تجيد صنهاجة تقير زد القبيل ما تعنيد زيان ما نتغرنك الجنوب تغلاسة الجنوب ما يجان الجنوب ممك تجيد شمال يعني عدة صيغ أنا ليس مقصودا أني بنجيب كل الصيغ وبنشر عليه كل واحدة منهم لكن على الأقل تعرفوها ونجيب الأهم وأغلبها تداولا ولعلها ربما ألطفها في اللفظ فبدون منازع بدون منازع في كل التنوعات الأمازيغية ممك تليد هي المستعملة عند جميع الأمازيغ تقريبا أغلب الأمازيغ لو تقولها ممك تليد يفهم أنك تسأله عن الحال بدون أي منازع إذن ممك تليد هذه نجد لها عدة صيغ وهذه الصيغ طبعا تكلمنا عليها في النحو في دروس النحو لما قلنا مثلا أو نقول لكم على مثال تليد فيها اللام المشددة هذه اللام المشددة في بعض التنوعات تقلبها تقاجيم فمثلا تمللت اللي هي البيضة تصبح تمجلت اللي هي البيضة نفسها تليد تصبح تجيد هي نفسها تجيد ميجان أمازيغ الجنوب يقول ميجان نلقو مثلا فالمهم يعني بعدين مشكلة الماء هذه حتى هي مش إلى أخرى عفوا نصيغ السؤال مش مشكلة هي هي بس بما عرفت الإنسان الأمازيغية المعيار يستطيع أن يعرف الأشياء كلها فأمازيغ الجنوب مثلا يقولوا ميجان ما هذه الصيغة الأصح والأكتر تداولا في الأمازيغية في الأسماء عفوا الأسئلة الخمسة لما تقول أين كيف مت وإلى آخره من الأسئلة الخمسة نجد في الأمازيغية ما هي الأساس ثم تضاف عليها الألفاظ التي تخصصها وهذا رأيه كلها تكلمت عليه في دروس النحو لكن غير بش حبيت مبسط ممك ممك تليد ولا ميجان وإلى آخره اللي هي يقولنا نفس الأصل ماني أو مانيق أين مثلا تستعمل كثيرا في الأمازيغية مانيكت مثلا عند الأمازيغ الجنوب اللي هي في نفسها مانيت يعني كم الكمية منشك فلنشوفه الكاف تصبح يا عند نفسها تفوك تفويت يعني المهم الصيغ هذه في الأصل فيها الماء ثم تضاف إليها إضافة وهذا ترجع لها في دروس النحو أو تقرأ حتى كتب أخرى متعلقة بمعيرة اللغة الأمازيغية فتشوفوا الصيغ السؤال الخمسة كلها تبدأ بماء ميجان هذا هو اللي خطر كلمة ما اللي هي ميجان كيف حالك عند أمازيغ الجنوب ممك تليد أو ما تليد أو بتة تليد يعني كلها سؤال عن الحال طيب زي ما قلنا منشعرف نردد في روحي ولا لا لكن الماء هي الأصل في كل صيغة السؤال الخمسة تقريبا أهني الإضافات هذه كلها إضافات تدقيقية فقلنا الصيغة الأكتر استعمالا هي مك تليد و تليد سؤال عن الحال يعني كيف أصبحتك كيف هو أنت تحديدا الآن بالضبط هيك كيف هو أنت تحديدا الآن تليد موجودة في الأمازيغية كذلك نقول مثلا تاغر فنجدها عند مثلا أمازيغ الجنوب خصوصا عند مجموعة من مراتق لكن الأمازيغ الجنوب خصوصا يقولوا ماني تاغر النك كيف حالك و نجدها بصيغة أحلى اللي هي تاغر اللي هي الحال زي ما قلنا نقولها بصيغة أجمل وألطف نقولوا ماني تاغر نتلقى وين النك ماني تاغر نتلقى وين النك يعني تلقى وين هي الفقراء في الأصل لكن الصيغة هنيه يقصد بها الأسرة الأطفال يقلينا يعني الأهل وإلى آخره سؤال عن الأهل ماني تاغر نتلقى وين النك يعني كيف أنت وأسرتك وحال الجميع يعني الحال أيضا في الأمازيغية هي أدد وهذه حنخصص لحلقة فيه من حلقات جذور الأمازيغية بروحها و المقارنة بينها و بين جميع التنبوات هناك صيغ سؤال أخرى لطيفة جدا منها صيغة القبائل يقولوا تجرزد أهلهم يقولوش إيس ولا بمعنى هل أو ما نو تجرزد واحدها صيغة السؤال في حيث تنتقل من صيغة الخبر إلى السؤال تجرزد خبر لكن تجرزدها يعني كيف حالك الحقيقة هنا مش المقصول كيف حالك تجرزد يجرز جاية من البهجة هل أنت مبتهج معنى السؤال هنا هل أنت مبتهج هل أنت سعيد تجرزد الجواب يكون دائما بنفس السؤال جرزغ زي مثلا السؤال عن السلامة يقولوا مثلا أمازيغ الجنوب تغلاسد تغلاسد بمعنى هل أنت سليم معافى ونجد صيغة أخرى عند أمازيغ مثلا سوس يقولوا منزا أي أين السؤال هنا أين منزاك منزاكين كذا إلى آخره مثلا زي ما قلنا قبل شوية قلنا وأنا تغلاسد ونجد هي غالبا تكون صيغة بدون استفهام لكن من صياق الكلام تفهم أنهما استفهامية وهي ببساطة سؤال عن السلامة السلامة البدنية والسلامة في الجسد غلاسة يعني مثلا يقضيني من السينغ ولا نمودي من السينغ بمعنى نحمد الله يعني غاد زي ما قلنا يقولون نحمد من السينغ لأنه في غاد حقيقة فيه اختلاف بالعربية شوية في هذا اللفظ ولكن الأساس موجود في اللغة الأمازيغية كذلك فيه أجوبة مختصرة في الأمازيغية زي ما قلنا قوينا قرزغ مباشرة يقول قرزغ أو يسألك أبتهجت أو بهيج أو حالي كويس كذلك في صيغ يعني تغلاس تغلاسة نقوله مثلا يشنا يلها أو على فكرة يشنا هي نفسها عند أمازيغ الجنوب يكنا بمعنى الجيد أو الحقيقة ممتاز يكنا يعني ممتاز نجد كذلك عدة صيغة لنعدة طرق كلها بالسؤال لكن في بعضها مثلا يهتم بمجالات مختلفة مثلا نقوله مثلا سؤال عن الصحة هل تملك زمام صحتك نقوله في نفسها مثلا ممك تسيدد كيف جئت هذا السؤال يتعلق بالجغرافية كذلك كيف جئت هذا بعض الجغرافية لأغره وممك الراهة النك كيف تبدو الراهة النك طبعا نقوله وانا الراهة النسي يقور يبدو أنه ذهب كيف تبدو سؤال هل يذكرني بأسئلة في اللغات الأخرى تتعلق بالثقافة نفسها مثلا بفراصية نقوله كومو صافا كيف تذهب الأمور سؤال مثلا ناصل صن بالتركية بالعبرية بالصينية وغيرها كلها صيغ نابعة من البيئة اللي نشأت فيها بعضها يسأل عن الزراعة بعضها عن الحال بعضها عن الأهل الأقارب بعضها عن طريقة الركوب ليس أدل على هذا من الصيغة العربية مثلا في العربية نقوله السلام بجقولنا أزول سلام أزول عفوا السلام باللغة العربية يعني زي ما نقرأ وانا في كتب السيار تقال لإعلان المجيء بالسلم طبعا لتفشي الحرب والغزو عند القبائل البدوية في الجزيرة العربية فكانوا يحتاجون يقولوا السلام أي أنني آتي للسلام فقط فقط حبيت نعرج عليه هذا كلهم وأن هذه الصيغ كلها في اللغة الأمازيغية مرتبطة بالبيئة ولهذا تختف من مكان إلى ماك وتمزغة شاسعة جدا لكن عرفنا اليوم أن بتت الليد أو متت الليد أو لممك تليد ممك تجيد هي نفس الصيغة مستعملة في كل تمزغة وعرفنا كذلك عدة صيغ أخرى منها مختصرة وجميلة ولطيفة وذكرناها مع بعضها في الحلقة القادمة نتكلمه على صيغ الترحيب أنسف يسوان أو أنسف سيجوان وإلى آخره بعض المعناطق بر كدار الأصول في هذه الأشياء في مجموعة من التنوعات الأمازيغية نتكلمه لها في حلقة أخرى أنسف يسوان تنمي تنمي إلى حلقة أخرى إن شاء الله شكرا